يعني أنا عندي حلم أن إحنا حتى على ألسانتنا نتحدث عن المطور الصناعي أكتر من حديثنا عن المطور العقاري ولاغين عن الأتنين لكن إحنا خلال عشر عشرين ثلاثين سنة بنكالم على المطور العقاري المطور العقاري المطور العقاري حتى أصبحت مصر كوما من الأسمنت احنا عايزين مصر تتحول الى مساحات من المصانع والمكان اللي بيدور والعمال اللي بيشتغلوا والصناعية اللي بيرجعوا والمنتج لمصر اللي بيتصدر ده الحل الوحيد لبلد بحجم مصر عارض سكانها كتير كبير احلامها كبيرة لكن الناس راضيين خلينا نقول انه الحكومة بتتحرك في موضوع نقل ده نقل حقيقي الثقافة بتاعتنا من التطور العقاري واختناء بيت او فيلا او عمارة الى اختناء مصنع يا اخي روح بدل ما تقول انا العقار بيضمن والشقة بيزيد وحط فيها فلوسي لا يا سيدي الشقة انت قافلها اخسارة لا حط فلوسك في مصنع اشتري اسهم في البورصة لمصانع شغالة هو ده اللي هينقلنا نقلة اخرى من مكان لمكان